السلام عليكم و أهلين فيكم في فيديو جديد لم ننزل الى iOS 14.4 فقلنا نتكلم معاكم و نشوف كل الميزات اللي نزلت في iOS 14.4 كبداية هل تنصحني يحدث 100% نصحك تحدث بانناك على iOS 14 فآخر تحديث iOS 14 وهو أفضل من أول تحديث iOS 14 مشاكل بطارية مشاكل حرارة مشاكل شبكة مشاكل تعليق مشاكل كل شيء لازم تحدث له يعني iOS 14 عندك مشاكل فيه أبل تحلها بعد نسخ فـ iOS 14.4 ستكون أفضل نسخة من iOS 14 من جميع iOS 14 لقبل و iOS 14.5 مثلا في المستقبل ستكون أفضل من iOS 14.4 كذا نمشي كبداية أبل عدلت أشياء كثيرة وتحسينات لا يحتاج نتكلم عن التحسينات نتكلم لكم عن ميزات كبداية أبل عالجت شيء إن في iOS 14 بعض الأشخاص يكونوا على البلوتوث سيارة ولا على أي سبيكر ثاني وتشوف الصوت ينزل وكل شيء يرقى وعلى بكيف فهم كذا علشان الصوت ما الصوت في إذنك مثلا أبل كذا مسوياتك أنك تبي تحافظ على إذنك أنا إذنك بكيفي ما لك تشغل فيني المهم في الصوت هنا لو تخش في خيار عندك هنا تقدر تشغله وتطفي خفض الصوت المرتفع وكل شيء وبرضو في السبيكر الآن تعلم أبل علشان تعلم أن هذا سبيكر سيارة لا تلعب في الصوت هذا سبيكر مش في إذنك حاطة فكذا تخش على السبيكر حقك وتشوف السبيكر اللي أنت شابك عليه وتحدد نوع الجهاز سبيكر سيارة وسماعة ولا شيء ثاني هنا كيفك تحدد عشان أبل ما تلعب فيه يعني مش هو وسيلة مساعدة للسماع فما تلعب فيها كذا برضو أبل تكلمت ونزلت خيار جريد هنا في إشعارات المخالطة إذا كنت عندك البرنامج مثلا برنامج الموجودة على أي دولة أنت فيها فتقدر توقف المشاركة مع الآخرين أنك مثلا لغد رلاجاتك كورونا أو شيء تعلم الآخرين لحولك أنك أنت مريت يوم شخص وفي كورونا تقدر توقف وطفيها من الخيار هنا برضو في خيار في الهومبود إذا كان عندك الهومبود الجديدة وفيها اليون فإذا قربت الجهاز عندك راح تشتغل أنا بالنسبة لي طفي هذا الخيار تخشي العردات عام هنا راح تشوفها عندك تحويل إلى الهومبود إذا كان مشقلة راح يطلع لك الخيار هنا كل ما تقرب من الهومبود يطلع لك الخيار مثل ما أشوف أنا دي مطفيها لأن لو الهومبود بعيد أفضل عشان تنقل الصوت بسرعة يعني أنا ما بيها أنقل الصوت لو أشيلها راح تكون عندي ميزة بس ما أن الهومبود قريبة كل مرة راح تلجهاز عندي ومشقل موسيغة يقول لي نقلها بسرعة وقرب ولأحيانا تنتقل لحالها أنا مطفيها أفضل لي طيب في مشاكل برضو ما بيتكلم عنها كثير لكن في الQR كود الصغيرة أبل حدثتها حين لو عندك QR كود صغير وقربتها هنا يقرب بسرعة وبعض المشاكل في الHDR أبل حلاتها هنا في تحسينات موجودة داخل الجهاز من الفيتنس أبل حلاتها الفيتنس لو تحط لك ويتجتس ما يفتح عندك أبل حلاتها هنا برضو في تحسينات خفيفة وبعض الأشخاص عندهم مشاكل في الHDR في التصوير بالايفونات تول في الجديدة أبل حلاتها برضو هنا برضو في ميزة إذا كنت تغير الكاميرات أو شي في الايفونات الجديدة أنك تغير الكاميرا مثلا ومن محل مش معتمد وحط لك كاميرا مش أصلية ولا مش عادلة فيجيك شعار أن يقول لك الكاميرا مش عادلة فهو شي حلو وأتمنى أبل تزيد الشيء وتخلي مثلا سبيكر لو غيرت تغيرت الشاشة مثلا وحطت مش أصلية يأتي شعار يقول لك رأي الشاشة حقيقة مش أصلية فحب حبة وتكبرها أفضل أفضل ومنها بدأت من زمان على البطارية فهو حلو الحركة بس هذه كل الميزات التي فيها أنصح كل شخص يحدث على آخر نسخة في آخر سوفتوير وهو عليه إذا أنت على اليوس 14 حدث على آخر يعد لك مشاكل بعد ما تحدث الجهاز إذا كنت تقردي على آخر حدث على آخر وبعد يوم يومين ستحس الفرق إن شاء الله إذا كنت على آخر ويتحدث على آخر النقلة هذه أتمنى أنك تفعل على الضبط المصنع بعد ما تحدث على آخر لكي يشيل الشوائب في الجهاز على عددات عام يعادة تعيين يعادة تعيين جميع العددات الخيار الأول يحدث لك ورق الحائط يحدث لك الرقم السري يفتح الجهاز الأبل بي والشبكة الويرلس أما جهازك البرامج وداخل الملفات الموجودة داخل ما رأي حدث منك أي شيء بس ففي نهاية الفيديو لا تنسونا اشتراك في الغناء واشتراك في حسابي في سناب شات شارك في إضافتكم وعمل ليك المقطع ونشر المقطع ولا تنسونا مفضل دعاكم والسلام عليكم